في تكوين عصابة إجرامية كانوا ينشطون في ترويج الأقراص المخدرة بين مدينة إيطانجة والدار البيضاء فبعد أبحاث معمقة توصلت عناصر الشرطة القضائية إلى إلقاء القبض على نساء خلال ترويجهن لكميات مهمة من هذه الأقراص أثناء البحث مع المعنيات بالأمر تم التوصل إلى مجموعة الشابكة التي تقوم بهذا العمل الإجرامي تم تكليف فرق أمنية من أجل مواصلة البحث في القضية تم انتقال مباشرة للمدينة خمسة زمامرة حيث أصفرت العمل يعني إيقاف مساعد صيدالي وهو المزود الرئيسي بالأقراص المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى تصوير بعض الشواهد الطبية من أجل الحصول على الأقراص المخدرة بتواطئ مع مساعد صيدالي يوجد بدوره تحت الحراسة النظرية الأبحاث لازلت متواصلة في حين سيتم تقدم المشتبه فيهم للعدالة تحت إشراف النيابة العامة بطنجة